بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بعد فهذه قراءة لأرجوزة إتحاف المؤمنين وأهل العرفان بنظم التاءات العشرين في تدبر القرآن للقارئ ناصر القطامي وفقه الله من نظم محمد بن أحمد بن محمود أل رحاب المدني أفر الله له ولوالديه ولمشيخ والمسلمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمنزل القرآن تذكرة وعبرة للمؤمنين تبصرة يهدي لأقوام الأمور شافيا نورا مبينا للقلوب مرويا ثم الصلاة مع سلام كررا على النبي المصطفى خير الورى والآل والأصحاب والأعوان من بلجت عجائب القرآن وبعد إن هذه أرزة لطيفة في بابها وجيزة سميتها الإتحاف كل المؤمنين عشرينتاء لتدبر تبين تظهر عشرينتاء ضمنتها يا صاحب الإكرام ما قال ناصر هو القطام القارئ المبجل الذي عرف بحسن صوت وأنا ممن شغف جزاه ربنا الجزاء الأكرم على الذي صنفه وقدما شغف من بدء الاكتفاء شغف به فصل في ذكر التاءات العشرين المعينة على تدبر القرآن المبين منظومة ليسر حفظها للناظرين والسمعين مما يعين المرأة للتدبري عشرونتاء هكها فلتذكري الأول التطهير ثم الثاني تعظيم رب العرش للإحسان يقرن تعظيمك مع تأدبي ثم التغني بعده فلتكتوبي والرابع الترطيل ثم الخامس هو التمهل علما يا دارس ثم تفاعل لدى الأحوال وبعد تطبق مع امتثال والثامن التكرار ثم التاسع فإنه التركيز وهو نافع والعاشر على من هو التفهم وبعده التذكير يا مكرم ثم التأسي بعده التدرج تذاكر يليه هذا مبهج خامس عشرها هو التضرع ثم التباكي معه التوجع سابع عشرها هو التحزيب وبعده التقعيد يا حبيب تاسع عشرها هو التفكر وبعده التقعيد هذا الاخر الخاتمة هنا انتهاء هذه الأرجوزة وما بها من درر مكنوزة نظمتها بطابة المطيبة بعد العشا في جلسة محببة جوار سيد العظيم الشاني من جاءنا بذلك القرآن صلى عليه ربنا على الدوام ونسأل الكريم أحسن الختام اللهم صلي وسلم وبرك على نبي محمد بعدد خلقك ورضى نفسك وزينة عرشك ومدادة كلمتك إلهي نجي من كل ضيق فأنت إله هنا مولى الجميع وهب لي في المدينة مستقرة ورزقا ثم دفنا في البقي وفي اللي والي والدي والمشيك المسلمين آمين الله ما جعلنا من أهل القرآن الذي نعم أهلك وخصتك يا رب العالمين ورزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عننا يا كريم جعلنا يا رب أبلغنا رمضان يا رب العمين اللهم أبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وعن فيه على ما يرضيك وصلي وسلم وبرك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه